إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدك الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النهر عباد الله إن الخيرات والبركات لا يأتي بها إلا الله الذي له مقاليد السماوات والأرض فلا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فمن ألقى عليه سبحانه بركاته فهو المبارك وهي أي البركة ليست قاصرة على المال وحدة وإنما هناك البركة في الوقت والبركة في الجهد وفي العلم والأولاد والعم وغير ذلك فقد بارك الله أشخاصا وبارك أعمالا وأحوالا وله جل وعلا في ذلك الحكمة البالغة فإذا بارك الله في أمورك كان ذلك مفتاح خير عظيم لك والفاق القرأة ترجمة نانسي قنقر 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 قال الإمام الباغوي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر قنقر نانسي 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 قنقر